موسيقى النشر الرياضي المفصلة من الميادين السلام عليكم في أول مباراة له مع فريقه الجديد مانشستر سيتي أظهر رحيم ستيرلينغ قدراته التهديفية الكبيرة دقيقتان فقط على صفيرة البداية كانتا كفيتين ليهز اللاعب الإنجليزي مرمى روما ضمن الكأس الدولي للأبطال رد الفريق الإيطالي جاء بعد خمس دقائق فقط عبر البوسني ميراليم بيانيتش السيناريو نفسه تكرر في الشوط الثاني تقدم النيجيري كيليشي إيناتشو للفريق الإنجليزي فعاد للصربي أدم لييتش الأرقام لفريق الذئاب من ركلة حرة لجاء الفريقان بعدها إلى ركلات الجزاء والتي حسمها السيتي بخمس ركلات لأربع انتصار ودي ثأري لباير ميونيخ على أنتر ميلانو في شانجهاي بذكريات نهائي دور الأبطال 2010 الفريق البافاري حقق فوزه الثاني في جولته الاستعدادية في الصين بعد اكتساح فالنسيا في بكين الألماني ماريو جودزي حمل مفتاح النصر في الضقائق الأخيرة من الشوط الثاني تألق سوبر ماريو قد يدفع جوارديولا إلى إعادة النظر بالسماح للنجم الواعد بمغادرة أسوار البافاري والانتقال إلى يوبنتوس المباراة شهدت مشاركة طومس ميلر كأساسي بعد ساعات على تقديم مانشستر يونيتد عرضا ضخما للتعاقد مع هداف المانشافت الخضات الأمنية في مصر والمشاكل السياسية ستوضع جانبا خلال القمة التقليدية المرتقبة لكرة القدم في البلاد الليلة الزمالك أمام فرصة تاريخية لحسم اللقب أمام الغريم التقليدي الأهلي في مباراة تحظى باهتمام كبير داخل الملعب وخارجه هي قمة استثنائية في ظرف استثنائي الزمالك أمام فرصة نادرة للتتويج أمام الغريم الأزالي الأهلي بقيادة الحكم الصربي ميلوراد مازيتش مدينة الإسكندرية وملعبها برج العرب مصرح درب القاهرة بقرار أمني أجواء حتمت نفي اللقاء إلى خارج العاصمة وإقفال البوابات أمام ألتراس الفريقين الفريقان يتطلعان إلى تقديم مباراة تليق بختام أعرق الدوريات العربية برغم وضعهما المتباين القلعة البيضاء يسعى إلى مواصلة تحتيم الأرقام وأبرزها تسجيل أكبر عدد من الانتصارات في الموسم الواحد وأحصد أكبر مجموع نقاط المسجلين باسم الأهلي فضلا عن المصالحة مع اللقب الأغلى الغائب عن الخزائن منذ 11 عاما فريق المدرب البرتغالي فيريرا يحتاج إلى نقطة واحدة للتتويج لعب الزمالك عزمون على تحقيق الفوز الأول على نادي القرن منذ 8 سنوات وعلى تتويج حقيقي لجهود الفريق ومسيرته المتميزة هذا الموسم صفوف القلعة البيضاء ليست على ما يرام الرباعي مصطفى فتح وحازم إمام وأيمن حنف وعمر جابر غير مكتمل اللياقة بعد إصاباتهم وسيكون الاعتماد الكبير على الهداف باسم مرسي كتبة فتح مبروك تتمسك بالأمل برغم تيقونها بأفول زمن المعجزات الانتلاقة السيئة في البطولة وتغيير المدرب منتصف الموسم والسعى الفارقة بين الغريمين ويطمح الأهلي إلى إفساد فرحة الزمالك وتأجيل تتويجه مبروك أعاد ترتيب البيت الأحمر واطمأن الاكتمال صفوفه بعودة الحارس شريف كرامي والمدافع شريف عبد الفضير والمهاجم الشاب عمرو جمال ليكونوا إلى جانب أحمد عبد الظاهر وعماد متعب ومحمد ناجي جدو ويمني نفسه بالسجل التاريخي للقاءتهما فخلال 109 مباريات سابقة فاز الأهلي 38 مرة مقابل 25 انتصارا لزمالك نظم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة لقاءا مع نجوم برشلونة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الخطوة تحت لأطفال يونيسف مقابلة أندرياس إنيستا وكيل الأسئلة عليه عن تأثير الرياضة في المجتمعات وقدرتها على فرض تغيير الواقع وتعد هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع سابقة بين المؤسستين التي سبق لهما توقيع عقد شراكة عام 2006 وجدده عام 2011 كتيبة لويس أندريكي كان لها نصيب في لقاء نجم السلة الأمريكية كوبي براينت زيارة براينت جاءت خلال جولة تدريبية للبلاوغران استعدادا لكأس الأبطال غادرها الوافد الجديد أردتوران بسبب الإصابة البعثة ستشهد اليوم انضمام الرئيس جوزيب بارتميو الذي تسلم السلطة من المجلس الإداري الانتقالي في انتظار الإعلان عن عدد من العناصر الهامة ومن ضمنها المدير الرياضي الجديد شكوى جنائية تقدم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الممثل البريطاني لينيلسون بدعوة عديه على ممتلكات الغير الشرطة السويسرية اعتقلت الكوميدي الإنجليزي عقب رميه ساب لاتر بأوراق نقدية من فئة الدولار وشهدت مركبة الشرطة تخرج به من صرح فيفا فيزيوريخ متجهة إلى أحد مراكزها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ولان إلى جولة الصحافة مع محمد جراد شكرا لك عبد الرحمن السلام عليكم مشاهدين اهتمت الصحفة الإنجليزية الصادرة اليوم بالحديث عن حادثة إحراج بلاتر وترشيح بلاتيني لرئاسة فيفا دايلي ميل كتبت ساب بلاتر يسحم بأموال مزيفة خلال مؤتمره الصحفي إحراج يليق بعهده الهزلي الكوميدي الإنجليزي لنيلسون يسخر من الفساد المتجذر في فيفا وادعا أن الأموال التي رماها هي عربون استضافة كوريا الشمالية لمونديال 2026 زميلتها اندبندن كتبت بلاتيني يظفر بمفتاح الفوز للتفوق على بلاتر الصحيفة أشارت إلى حصول رئيس يوف على الأرضية الآسيوية المتماسكة برغم افتقاده حتى الساعة لأصوات إفريقيا إلى أسبانيا وصحيفة ماركا التي كتبت على غلافها الهوس بكازياس راتب كازياس لا يصدق مورينيو يواصل هجومه حتى بعد وصول الحارس إلى بورتو أسوأ حادث في تاريخ الدرجات النارية في أسبانيا وفاة مارتيناز ورودريكاس فليبي يعود إلى بيته بعد بيعه بـ 22 مليون يورو يتم استعادتهم مقابل 16 مليون الانتخابات الكتالونية بيب يطمح بالاستقلال ويطالب به وأصبح المرشح الأخير للانفصاليين انتخابات الفيفا تتأجل حتى فبراير أمطار من الأموال تحرج بلاتر إلى إيطاليا صحيفة لجزتا ديلسبور على غلافها كتبت ألماني يتبع الآخر اليوفي يتسوق في ألمانيا باراتاتش يلتقي دراكسلر موهبة شالكي الأبرز منشيني لتوهير نحتاج إلى مهاجمين صلاح وبرسيتش ويوفيتش مثاليون الختام عربيا وصحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت السركال بلاتيني لن يخوض السباخ وملف مونديال قطر قانوني حيث أعلن الرئيس الاتحاد الإماراتي أن باب الترشيح سيفتح على مصرعيه وأشار إلى سلامة الملف القطري وعدم ارتكاب القطريين هفوات قانونية في ملفهم وإلى أن السحب المونديال من أي دولة يجب أن يستند إذا أدلة قانونية وليس إلى ردات فعل مع صحيفة النهار اللبنانية نصل إلى ختام هذه الجولة نعود وإياكم لمتابعة النشرة شكرا لك محمد قدم لستر سيتي الإنجليزي مدربه الجديد كلاوديو رانييري إلى وسائل الإعلام الإيطالي يخلف المدرب الإنجليزي المقال نايجيل بيرسون ابن 63 عاما عبر عن سعادته لخوضه تجربة جديدة في البريمير ليج مذ أشرف على تشلسي قبل 11 عاما وعقب خروجه من ستانفورد بريج أشرف رانييري على يوفينتوس وروما وإنتر ميلا والمنتخب اليوناني نجوم الفورمولا وان يودعون الراحل جول بيانكي إلى مثواه الأخير جثمان الصائق الفرنسي سجية في مقابر العائلة في مدينة نيس بطل العالم لويس هاملتن تقدم المعزين الإنجليزي حمل نعش بيانكي برفقة الألماني نيكو راسبرغ والأسطورة الفرنسية ألان بروست الصائقون الثلاثة ينضم إلى أقارب أصدقاء صائق موروسيا الذي صار على الموت لثمانية أشهر بعد إصابته في جائزة اليابان الكبرى لكنه استسلم في النهاية لقدره ورقد بسلام وتكريما للصائق الراحل الاتحاد الدولي للسيارات يسحب الرقم 17 من بطولة العالم فيها وجدت في خطوتها لفتة كريمة للفرنسي الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي متأثرا بالحادث الدرامي في جائزة اليابان الكبرى في تشرين الأول أكتوبر الفائت هو الشاب المكافح والطامح والجريء صار على المرضى وقاتل حتى قتل بهذه الكلمات رثت عائلة جول بيانكي نجمها تسعة أشهر قضاها ابن الخمسة والعشرين عاما على فراش المعاناة يحاول مسابقة الزمن لكن الموتى كان أسرع بدأ بيانكي أول سباق له في أستراليا عام 2013 تابر ووضع نصب عينيه الوصول إلى القمة أبهر الجميع عندما أنهى سباق موناكول عام الماضي بالمركز التاسع ونجح في تحقيق أول نقاط فريقه ماروسيا وآخرها حتى الآن إنجاز دفع الفرنسي إلى التفكير بالانضمام إلى فراري ابن مدينة نيس كشف قبل ثلاثة أيام من سباق اليابان المشؤوم أنه بات جاهزا لخوض هذا التحدي خاصة أنه شغل منصب سائق التجارب في الفريق الإيطالي ذهب الشاب إلى حلبة سوزوكا متحمسا ومشى على قدميه نحو قدره جلس خلف مقوده وارتد خوذته فأنهى سباقه قبل أن يبدأه ارتطم جل بيانكي بسيارة إنقاذ استدعيت بعد تعرض الألماني أدريان سوتيل سائق سوبر لحادث في المكان نفسه وصيب بجروح خطر في رأسه ونقل فاقدا وعيه إلى المستشفى توقف سباق اليابان وتوقفت معه مسيرة شاب طمحا إلى العالمية خطط رسمها جل وحلم بكتابة اسمه في التاريخ مع كبار سائق الفورميلا وان فكان له ما تمنى سباق صعب خضه على متن ماروسيا أصبح السائق الثاني في تاريخ اللعبة بعد إرتونسنة الذي توفي في حادث داخل حلب استقبال حافل حظي به الأسترالي ميك فانينغ في بلادي عقب نجاته بعجوبة من هجوم سمكة القرش عليه حاولت قدمه في جنوب أفريقيا راكب الأمواج وبعد عودته من بطولة العالم شكر الجميع لاهتمامهم وكان فانينغ فوجي بهجوم قرش عليه خلال مشاركته في البطولة في جنوب أفريقيا قبل أن يتمكن من الفرار وتتدخل فرق الإنقاذ لسحبه من المياه وإلى هنا نصل إلى ختام النشر الرياضية المفصلة قدمناها لكم من الميادين لمزيد من أخبار رياضها الميادين دوت نت السلام عليكم اشتركوا في القناة